حالة حداد في سلطنة عمان تستمر ثلاثة أيام وذلك بسبب وفاة شخصية كبيرة ومرموقة جدا سلطنة عمان تشيع السلطان قبوس الذي فتح البلاد على العالم الخارجي وهيثم بن طارق يؤدي اليمين ويبايع سلطانا للبلاد تدهور صحة مبارك بشكل سريع وخطير نحن نقول وكل نفس دائقة الموت كلنا حتيجي ساعتنا ونموت نرى مأتم شعبي وعسكري للرئيس مبارك مشهد الجنازة العسكرية التي أقيمت لحسني مبارك بعد تسع سنوات من خلعه إثر ثورة يناير أثار كثيرا من التساؤلات طائرات حربية تركية في سماء ليبيا أسقطت طائرة برقدارة تركية المسيرة مقاتلة إماراتية كانت تحلق في سماء ليبيا يوم الأربعاء الماضي ولم تمضي إلا ساعة قليلة حتى نفذت المقاتلة التركية المسيرة غارة جديدة استهدفت تجمعا لقوات حفتر وأوقعت عشرات الضحايا بينهم يفقد الإعلام اللبناني وجها صحفيا بارضا وذلك خلال المرحلة القادمة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخبر وفاة العالمية اللبنانية في قناتي الحدث والعربية نجوة قاسم أرى أن الوسط الفني سيتعرض مرة جديدة لخضاء أو مأساة تهزر رأي العام للأسف وتحتل تفاصيلها وسائل الإعلام وللأسف الشديد إطار الحدث أو الجريمة أحدى الفنانات من جديد وسوف تترك هذه الجريمة جملة من التساؤلات الكثيرة إليكم ما حصل الساعة الواحدة وخمسة وخمسين دقيقة من فجر الأحد بالصورة من كاميرات المراقبة في منزل نانسي اشتركوا في القناة